قالت الخارجية الأمريكية الخميس إن الوزير أنتوني بلينكين أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس النيجري محمد بازوم الأربعاء أبلغه فيها بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة الديمقراطيا إلى السلطة في النيجر بلينكين وفي خطاب له مع شباب أفارقة قال إن الولايات المتحدة وشركاء أهل أفارقة لن يتمكنوا من مواجهة تحديات الراهنة إلا بالتعاون المستمر مشيرا إلى أن الوضع في النيجر يعكس اضطرابا غير مسبوق هذه مشاكل كبيرة وكبيرة وكلها تاتي في وقت من التغيير والإضطراب غير المسبوق ألا أكيد أن لديكم أفكار حول كيفية مواجهة هذه التحديات في مجتمعاتكم في مناطقكم في الواقع في جميع أنحاء العالم بلداننا الولايات المتحدة وشركاؤنا في إفريقيا لا يمكننا مواجهة هذه التحديات ولا يمكننا تحقيق نتائج فعلية لشعبنا إلا إذا تعاوننا كشركاء متساوين ويجب أن يستمر هذا التعاون